احكام بالسجن على ستة عناصر هم اول متورطين في الانتماء الى داعش الاحكام بالسجن تروحت بين عشر سنوات الى خمس عشر سنة فيما برأت اثنين الحكم تصادف مع اعلان السلطات الامنية القبض على خلية جديدة لكويتين ينتمون الى تنظيم الدولة الاسلامية واعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم انها اعتقلت شبكة من خمسة مواطنين منتمين لداعش كانوا قد تدربوا في العراق واحالتهم الى امن الدولة ليعرضوا لاحقا امام القضاء كانوا يعرفون بالخلية الحالية منذ فترة ولكنهم الحقيقة لم يقتربوا منها تركوها الى ان نضجت الظروف بحيث اتى الذين كانوا يقاتلون في العراق وفي سوريا وتم الاطباق على هذه المجموعة طبعا واحد منهم انقتل في العراق ملاحقة عناصر داعش يبدو انه شغل الشاغل لاجهزة الامن لتحبط مسبقا مخططات الارهابيين من خلال اختراق سفوفهم حيث نفذت الاجهزة الامنية عمليات بحث ومداهمات كثيرة بعد تفجير مسجد الامام صادق اسفرت عن اعتقال من وصفتهم بالمتهمين بالارهاب العملية ليست مجرد القبض عليهم فقط الاشتباه العملية يجب ان يكون لديهم قراءة بمشاركتهم في القتال في سوريا او في العراق او محاولتهم تجنيد شباب اخرين في الكويت للقتال في هذه المناطق كل هذه القراءة يجب ان تذهب القضاء حتى يعني يكون هناك معالجة لكن مع ذلك يجب ان يكون هناك معالجة فكرية احباط مخططات ارهابية كثيرة في الكويت ترافق مع زيادة تجديد الاجراءات الامنية في المرافق الحيوية مثل المطارات من اجل فرض السيطرة الامنية وضبط المشتبه بهم عماد مرزوقي الحرة الكويت